اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم في برنامجكم المباشر رحاب ثقافية على اثير محطتكم الادعية اما فهم سيس الادع لتسمع لكم 24 ساعة 24 ساعة اداعة العائلة المغربية في ظل تطورات التقنية والمتسارعة اصبح النشر يجد طريقه بيسرع المستوى الرقمي فبعد ان كان الابداع شديد صلة بالورق والتوزيع عضور النشر وخلق فضاءات لتصرف المنتوج شكل الانترنت منافسا حقيقيا وبديلا فرج كرب العديد من المبدعين الذين وجدوا ملاذهم في النشر بمجموعة من المواقع والمنتديات والمجلات الالكترونية الامر الذي يجعل خيارات القراءة عديدة والمواقع كثيرة والامر الذي يفرض اسئلة كثيرة حول قيمة ابداعية للمنشور من الابداعات كيف يمكن اعتماد المنشور الالكترونيا مرجعا ابداعيا للقراءة والتحليل كيف يمكن الاستفادة من هذه المكتبة في مجال البحث العلمي كيف يمكن لم شمل المبدعين والكتاب في مواقع واتحادات دور مراكزنا الطربوية في إشعاع الثقافة الإلكترونية كيف يمكن حفظ المنشور من الابداع من فعل قرصنة دور الجمعيات المهتمة في هذا السياق وغيرها من الأسئلة التي يمكن أن نطرقها في هذا اللقاء الأثري المباشر بحضور ضيوفنا الكرام مشكورين كل من الأستاذ عزيزة بكوش صحفي وإعلامي مراسل جريدة الاتحاد الاشتراقي ناشط إلكتروني مدير موقع تازا توداي الإلكتروني نشر العديد من المقالات بمختلف الصحف والجرائد الوطنية والعربية مهتم بالمجال الإعلامي في مختلف تجلياته عضو خلية الاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان كذلك يحضر معنا مشكورا الأستاذ عبدو حقيقاس وروائي رئيس لجنة الانترنت والعلاقة الرقمية باتهاد كتاب الانترنت العرب مدير ومنسق موقع كتاب الانترنت المغاربة صدر له رواية زمن العودة إلى واحد الأسياد وينشر مقالات من مختلف الجرائد المغربية والمجلات العربية عضو الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية وعضو جمعية إبداع بلادي أنجز العديد من الملفات الصحافية حول قضايا الانترنت والنشر الإلكتروني كان آخرها ملف حول الكتابة أو العربية ورهان الانترنت نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي نشكر ضيوفنا الكرام على تلبية الدعوة ومستمعين الأعزاء بطبيعة هذا الموضوع وخصوصيتي يمكنكم أيضاً المشاركة معنا عبر أرقامنا الهاتفية وهي 05-35-93-28-32 أو رقم هاتف آخر 05-35-93-28-23 بداية الأستاذ عبد الحقيق ونحن تنهضره حول هذا الموضوع اللي سبقناه طرقناه وأكيد أنه عنده الرهنية دياله في المعالجة الإعلامية والخصوصية دياله أيضاً نريد أن نوقفه عند خصوصية الإبداع والنشر الإلكتروني وهذه العلاقة الثلازمية بين الإبداع والنشر كان ورقياً أو إلكترونياً الأخ جواد شكراً على الدعوة الكريمة في برنامج رحاب ثقافية اللي يهتم طبعاً دائماً بالمشتج في الميدان الثقافي والأدب الخصوص خصوص ما يتعلق بمجال الأنترنت والنشر الإلكتروني طبعاً قبل 15 سنة لم يكن هذا السؤال مطروحاً بالحدة اللي هو مطروح به اليوم لماذا؟ لأن قبل 15 سنة كان يعني النشر الورقي فرد وجوده وكان هو السند الوحيد الذي يطرقه الكتاب والمبدعين بعد التورة الديجيتال الرقمية ظهرت أسند جديدة ومنها طبعاً السند الإلكتروني واللي عنده علاقة ديال الانتشار دياله طبعاً بهذه التورة التكنولوجية خصوصاً انتشار الوسيط وانتشار الحواسيب وتعددها وتعدد الخدمات ديالها فمكنت الكثير ويعني مكنت العديد من الأصوات التي كانت مغمورة وكانت تشعر يعني بغوبن عميق من والحيف من النشر وجدت في هذا الوسيط طبعاً مجالها وأوفقها للتواصل مع المتلقين وهذا طبعاً هذا الفور هذي أفرزت أسماء لم نكن طبعاً نعرف قيمتها الجمالية والأدبية في مختلف الأجنس الإبداعية الأدبية إذن من هنا ظهر ما يسمى بالأدب الألكتروني واللي غادي طبعاً غادي نستفيد في الشرح دياله وتحليل دياله مع مرور البرنامج طيب أيضاً باش نشركو سي عزيزة باكوش أيضاً في هذا الموضوع سي عزيزة نعرفو أن المشاهد الثقافي العربي بشكل نعام كان يتربع عليها النشر الورقي بوحي شكل كبير وبحيث أن الكتاب الذي ينشر يحظى بالإقبال والترحيب وأحياناً لا يحظى بذلك حيث يحظى بالمصادرات والمنع وأحياناً أخرى يبقى لا يتحدى الرقعة الجغرافية الضيقة بحكم الجمارك وبحكم مجموعة من الإكرهات العديدة بفعل هذه الطورة الإعلامية أصبح الكتاب يجد تجليات عديدة سواء على مستوى النشر الورقي أو النشر الإلكتروني كيف تقرؤون هذه المتغيرات ودورها في إغناء المشاهد الثقافي بشكل نعم نعم أولاً أنا فخور لو أقدم شكر جزيل لبرنامج في رحاب ثقافية شكراً لأنه أتاح الفرصة لفتح النقاش حول موضوع له رعينيته موضوع له علاقة كبرى بحرية الرأي وحرية تعبير وأيضاً له علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وتأثيرها في المجتمع الإعلامي وهي فرصة كي أنوية أيضاً بحضور زميل عبد الحقي الناشط الإلكتروني المتفاعل دوماً والذي لا يكل عن تمرير المواد الأدبية الإبداعية من كل مناطق العالم العربي في علاقة بالنشر الإلكتروني أستجاود أود لو أوضح أن الصحافة الإلكترونية بالمغرب أضحت واقعاً يفرد نفسها بكل تجلياته رغم أن هناك فراغاً تشريعياً هائلاً لا وجود القانون حتى أن التقرير الأخير للنقابة الوطنية الصحافة المغربية وهو يتضمن صفحات لم يشر إلى الجانب الإلكتروني إلا مرور الكرام هذا يعني أن هذا الجانب لم يقنن لم يقنن وهناك فراغ وهناك حاجة ماسة إلى تقنين هذا المجال صحيح أن القواعد القانونية المنظمة للمجال النشر الإلكتروني في البغرب أصبحت متجاوزة الآن بحكم هذا الفراغ إلا أن هناك انتشاراً واسعاً وهناك مواقع إلكترونية تنبت كالفطر في كل مدينة وفي كل قرية ويمكن أن نقول أن دائماً في إطار الحديث حول هذا التنامي المهول للمواقع الإلكترونية أن فتح موقع إلكتروني مثل اقتناء دفتر من بقال يعني لا رقابة ولا قانون يمكن أن تفتح أكثر من موقع في أكثر من مكان من غير أن يكون هناك مشكلة إلى آخره طيب عزيز في هذا السياق هذا تعدد المواقع الإلكترونية وتعدد المجلات الإلكترونية والكتب الإلكترونية والمنتدى وغيرها تخلي الإبداع يجد مسارة متعددة ومجاري متعددة للنشر والتوزيع وفي السياق ذاته يطرح السؤال الذي ألمحت إليه وهو حصول هذا الإبداع على تأشيرة إبداعية تجعل ما ينشر يحظى بالقيمة الفنية والجمالية الراقية علماً أن هذا كل ما ينشر غالباً يظل محفوفاً بمجموعة من الأسئلة التي ستطرقها فسياق هذا اللقاء المباشر الذي تنقش في هذا الموضوع نذكره بمستمعين الأعزاء بأرقمنا الهاتفية 05-35-93-28-32 أو رقم هاتف آخر 05-35-93-28-23 سعبدو حقي من خلال ما أشار عليه السياق عزيز من خلال تنامي وتعدد المواقع الإلكترونية وحضور الإبداع بشكل أو بآخر في مختلف هذه المواقع تطرحنا السؤال للقيمة الإبداعية لكل ما هو منشور في هذه المواقع نعم أهر أريد أن أعود إلى سؤالك التي طرحته حول الرقابة وحول تكسير الحدود التقليدية التي كانت مفروضة على الكتاب الورقي المعروف اليوم لدينا الكتاب الإلكتروني والكتاب الإلكتروني طبعا هو كتاب محمول على النت ويمكن لأي كان أن يحمله لتالي شارجة وتمكن أيضا يقرأ وبالتالي فالكتب اللي كانت محضورة يعني في سياقات ما وفي الحروب الباردة السابقة أصبحت كلها في متناوض القارئ فلا أنا أعطيك ميتان مثلا في الموقع هذه الكتاب الأنترنت المغاربة هناك رابط اسمه كتب إلكترونية وهذا الرابط يجتمل على أعتقد 30 أو 40 كتابا إلكترونيا من مختلف المشارب الثقافية والمبادئ والمداهب كتب المصادرة الممنوعة أو كتب المتحدة لا يعني هي كانت في فترة ما يعني كتب ممنوعة مثلا ولكن اليوم مع الانفتاح كنت تعليلها شيء اسمع مثلا المكتبة الروسية يعني في وقت ما كان يستحيل أننا نطلع على الأداب الروسي يعني بواحد الشكل فيه شيء ما من الحرية والاقتناء إلى غير ذلك اليوم مع انهيار هذه الحدود وانهيار الجدار بيرلين كما يقال يعني أصبح الكل يعني في متناول كل الكتب الإلكترونية في متناول القارئ في الجهات الأربع من الكون إلا سمحتي 30 ثانية فقط نعم 30 ثانية عزيز تفضل أود أن أجيب على تساؤل وردة منذ قليل في ما قاله الزميل جواد رامي أن القيمة الجمالية للعمل الإلكتروني تبدو في تقديري أنا في أربع نقط أعتبرها أساسي أولا التفاعلية المباشرة ثانيا المجانية وهذا حافز كبير ومشجع على التوجه إلى هذا النطاق ثم التجديد على مدار اليوم وأحيانا على مدار ساعة أعتقد هذه النقطة الأساسية التي تشكي القيمة مضافة بالنسبة للقطيع المفروضة مع الكتاب لأن الكتاب لا يتيح هذه تفضل فتتميما لما قلت مثلا أنا لا أجد صعوبة في التواصل مع القارئ فالعديد يعني من الدراسات المرتبطة بالأدب الإلكتروني والأدب الرقمي التي يستحيل أن تمشر يعني على سند ورقي تجد لها سندة إلكترونية وأدوات وآليات إلكترونية رقمية جميلة جدا في السحب دوحقي شرطي تفاعل القراء مع المنشور من الإبداع غالبا ما يقرن بالنقرة يعني شو واحد لي دخل الموقع ويحسب أنه قرأ العمل ووقع حالي أنه عابر من هنا يعني عابر سبيل قد نسمي إصحاد التعبير دون أن يحظى هذا العمل الإبداعي بالمقاربة الفنية التي تقتضي ذلك خصوصا أننا نتنقف عند مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تتشر مجموعة من الإبداعات الفكرية سواء منها الموسعات أو الكتب أو المجلات نقف عند أعمال إبداعية منشورة قد تحضر بعدد زوار كثر ولكن عندما نقيمها من حيث قيمتها الإبداعية نجد أقل حظة وطن وشأن فهل يمكن الإقرار في ضوء هذه الإكرهات في ضوء هذه المستجدات أن العمل الإبداعي المنشور إلكترونيا لا يحظى بالقراءة المتأنية المتفاعلة مع جودة المنتوج انطلاقا من مكوناته الجمالية دعم صحيح أولا يجب أن نقر على أن تلك التقافة التي اكتسبناها من خلال تواصلنا مع السند الورقي التقافة ترصخت وخلقت في وجداننا نوعا من النسطلجيا لهذا الورق وبالتالي أصبح كما هي العادة يعني كل مستجد وكل دخيل دائما يعني هو يلقى نوع من الرد نعم وأحيانا يكون ردا عنيفا رمزيا ومرفوضا أعطي المثال أنه هناك نسبة كبيرة من الكتاب المغاربة الذين يرفضون إلى الآن أن يتعاملوا مع النشر الإلكتروني ولازالوا يترددون على الملاحق التقافية هل معرفت وش وجهه الجانب الإلكتروني ولا معرفه عن خبره أولا هؤلاء الكتاب أعتقد أنهم قد رسخوا قنواتهم التصالية يعني مع هذه الملاحق التقافية ووجدوا لهم يعني سبيلهم نعم سبيلهم للتواصل مع القارئ هذا الأول وتانيا هناك صعوبة أعتقد في التعرف على المبادئ الأولية للنشر الإلكتروني واللي هي مبادئ أولا تتطلب تقنيات معلوماتية وإطلاع على البرمجيات إطلاع أيضا على التقافة الرقمية بصفة عامة أقل شيء في هذا هو كيف يمكن مثلا تحرير نص على الورد وإدخال يعني جماليات صورة وروابط إلى غير ذلك فالكثير من الكتب يعني لا زالوا يعني ثقافتهم هذلة جدا في هذا التقافة الرقمية هذلة جدا في هذا الجانب هذا وبالتالي الأمر يتطلب أعتقد نوع ما أقول نوع ما من تكوين حتى يمكن أن يتفاعلوا مع هذه المتغيرة طيب سي عزيز مقبلة تشير بغي عنده نعم فضل سي عزيز باكو أعتقد أن الجانب التقني الأخابدو لا يشكل عائق بالصورة التي قررتها بدليل أن وهذا نعلمه من خلال أدبيات الإدارة فالوزراء لا ينتجون خطابتهم الوزير لا يكتب خطابه هناك ديوان وهناك كاتب عام وهناك مستشارون إعلاميون إلى آخره الأنتليجينسية المغربية ليست يعني ما مفروضش عليها أنها هي التي تحرر الإلكتروني هي صاحبة فكرة صاحبة إبداع أما التقني هو الذي يحرر وهو الذي يضع النص وهو الذي يوضب إذن المشكل ليس معرفة النخبة المغربية بأدبيات النشر الإلكتروني وإنما ربما في واحد الجاني بالنوى من التهميش أسمح لي الأخ عزيز أنني أريد أن أسوق هنا بعد الأمثلة مثلا هناك موقع معروف جدا وهو للدكتور محمد أسلي موقع أيضا للدكتور سعيد يقدين دكتور محمد العماري دكتور محمد العماري هذه مواقع النقيد محمد معتصم يعني هذه مواقع دكتور سعيد بن كراد نعم دكتور سعيد بن كراد هذه مواقع أنشأها أصحابها وهم من يقومون بإدارتها وتحيينها يعني يوما بعد يوم وبالتالي فالأمر يعني يتطلب فقط يعني بعض المبادئ أقول الأولية من أجل تعامل وتفاعل معهد سعبدو حقي من خلال هذه النماذج التي شرنا لها من خلال المواقع التي تحيين من قبل أشخاص التي تقوموا بتضحية جسام من أجل إغناء مجموعة من المواقع ونشر وتوزيل يعني بشكل يومي وبشكل دائم سعزيز تلاحظوا واحد سؤال أساسي لأن مني تنقلوا الإبداع وهذا موضوع حلقتنا فعلقته بالنشر الإلكتروني تنقلوا حضور مجموعة من المقويمات الفنية والجمالية سواء كان رواية كان نقدا أو كان مصرحا أو كان نصا شعريا من مختلف الأجناس التعبيرية لكن نتنقف على ما ينشر إلكترونيا قد نقف عند مجموعة من الأعمال التي تنشروا هذا بيت القصيد السؤالي التي تحضى بتفاعلية كبيرة وانطلاقا من تواصل معلومات متبادل مع فاعلين آخرين ولكن عندما توزن هذه الأعمال الإبداعية من حيث القيمة الجمالية من حيث الخصوصية ديالها فغالبا لو طرحت هذه الأعمال على النشر الورقي لم يكن لها حظ من القراءة فهذا يمكن القول بأن النشر الإلكتروني يفسح المجال بقدر ما يساعد على النشر بقدر ما أيضا يكون له أثر ما بين قوصين سلبي على مستوى تنمية الدوق على مستوى إبراز المهارات من خلال تسويق الجمال والفن بشكل نعم نعم سأجيبك في الجوار أعتقد أن النشر الإلكتروني له خصائص معينة تتمتل أساسا في الشكل الجمالي للموقع فالمؤثرات الفنية تلعب دورا حاسما في استقطاب عين المبحر سواء كان أديبا أو باحثا عن المعلومة بشكل عام اللي كان نسميهم بليزيفي يعني الفلاش المؤثرات المؤثرات بشكل عام أعتقد المؤثرات تلعب دورا هاما في هذه العملية الاستقطابية بالنسبة للمبحر بشكل عام أما مشكل الجوهر فهذا نقاش كبير لأن أعتقد أن الأعمال الهامة من خلال دخول لمجموعة هذه المواقع هذه الأستيدة اللي محسوبين على الانتليجنسية التقافية نجد أن النص مكتوبا بشكل بسيط جدا مكتوب بالتناش بالبوليس تناش وبالأريل أو بالنيو تايم رومن مكتوب عادي بدون زواق بدون كده ولكن عدد زيارة لهذا النص الأكاديمي تكاد تكون منعدمة أو أحيانا العداد ما كيستعملوهش وهذه اللغة هذه مهمة جدا وأعتقد أن الأخ أبدو أنتم يقول فهذه هذه العداد لأن العداد هو الفاصل في تقييم العمل الإبداعي ورصد تجلياته الإبداعية والجمالية إلى آخره فمعظم المنابر الإلكترونية لا تجرؤ على تنصيب العداد مع العلم أن كل المواقع والبرانم تسمح برصد عدد زيارات الموقع وعدد قراءة المقال بما في ذلك النقارات كما أشرت إلى ذلك قبل قليل هل يجرؤ المشرفون على مواقعنا الإلكترونية على تتبيت العداد لمعرفة هناك نوعان من العداد هناك العداد الذي يمكن إدراجه عن طريق اقتنائه من أحد المواقع ويدرج عن طريق كود جافا سكيبت وتتبته في المواقع وهو يعطيك عدد الزوار وهناك العداد الذي يكون منزل مع المواقع في المنشأة في الأول وهو الذي يعطيك عدد الزوار الحقيقين وبالتالي هناك العداد الذي له علاقة بالإشهار الإشهار للموقع الذي يقوم بالتسكين وهناك العداد المجاني الذي فقط يعطي صورة عن عدد الزوار الذين مثلا ترددوا على الموقع هنا أعود هنا إلى مسألة سؤال أساسي الطرق لوضعه للأخ جواد وهو ما يتعلق بالقيمة الجمالية والأدبية لهذه الأعمال الأدبية التي تنشر في هذه المواقع والمنتدية أعتقد أنه أنا حسب جريبتي للآن ربما وصلت إلى ست سنوات أو سبع سنوات من الاشتغال على النت وتردد عن النت اكتشفت في ديات الأمر شيئا مذهلا جدا هو أن هناك العديد من الأصوات الأدبية الرائعة التي كانت مغبنة وكانت محبطة ولم تجد ولو ركنا واحدا في جريدة مغربية لكي تبوح بكتابتها وبالتالي وجدت في هذه المنتديات ذلك الأكسيجين القوي الذي أعطاها هذه الدفع القوية هناك أسماء كثيرة لم أكن أعرفها كنت أعرف الأسماء التي تكتب فقط في الملاحق الثقافية ولكن لم أكن أعرف هذه الأسماء التي الآن طفحت على سطح الكتابة والأدب وخلقت نوعا من المد والجزر ما بين النشر الإلكتروني والنشر الورقي بمعنى أن هناك الآن نوع من الترحال في مجال النشر ما بين الورقي إلى الإلكتروني ومن الإلكتروني إلى الورقي بمعنى أنه كان هناك العديد من الكتاب الذين يترددون عن المنتديات الإلكترونية فبرزت أسماؤهم فاحتضنتهم بعض الملاحق الثقافية وهناك كتاب الذين كانوا ينشرون في بعض الملاحق الثقافية ثم بدأوا يشعرون بضيق الزحام وضيق الأصوات وبدأوا يرحلون إلى النشر الإلكتروني إذن هنا أوقع هذا الترحال وهذا الأخذ وهذا المد والجزر ما بين النشر الإلكتروني والنشر هذا أعود إلى مسألة الجمالية فالجمالية شنو السبب الذي جعلنا نوضعه هذا السؤال هذا هو كما نقول دائما على أن هو سهولة إنشاء المنتديات هناك بعض النطاقات ديالتسكين المجانية التي تعطيك الفرصة لكي تصنع عشر منتديات في ساعة واحدة وتضع تبويبات لهذه المنتديات ويمكن للأعضاء أن يسجلوا في هذه المنتديات وأن ينشروا موادهم الأدبية وبالتالي هذه السهولة ديالنشر جعلت أي كاتبة بين قوسين أو كاتب بشيء أو كاتب يعني رجع إلى أرشيفه ديالرعان الشباب ثم أخذ بعض الخرباشات القديمة التي لها علاقة طبعا بعلاقات عاطفية ووجدانية جياشة إلى غير ذلك ويمشرها في هذه المنتديات وبذلك ماذا يحقق؟ يحقق تلك الدهشة الجميلة ديال النشر والتواصل وهذا هو ما فتح الباب على مسرعيه للجميع لكي يكون كتاباً إضافة إلى هذا وهو الظاهرة ديال الشبكات الاجتماعية الإلكترونية وعلى رأسها الفيسبوك مطرح السؤال هنا الأساسي من هو الكاتب الرقمي الآن؟ من هو الكاتب الرقمي؟ إذن هل الكاتب أو الشخص مثلاً الذي يفتح حساباً على الفيس وينصر قصيدة بدون أن تكون له دراية لا بالترى الشعري العربي ولا بالكتابة الشعرية ولا بالإبداع الشعري ولا بالعارض ولا بالتفعيل ولا 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 وينصر قصيدة نترية ويدعي أنه شاعر وثم أكثر من هذا أنه غضت لقامعك في أحد المهرجانات الشعرية طيب هذا السؤال الأساسي قد يطرح بحدة وبإلحاح لكن عندما نقف عند مشهدنا الثقافي وانطلاقاً من قناعتنا بأن العمل الإبداعية الراقية تشيد موقعها سواء كان على المستوى الإلكتروني أو الورقي وتتبط حضورها انطلاقاً من خصوصيتها وقدرتها على إنتاج الجمال بشكل عام في هذا السياق وارتباطاً بما أتير من أسئلة وباش نتقدموه في محاول الموضوع دينا تنقفوه عند النشر الورقي والنشر الإلكتروني وناخدوه المغرب نموذجاً تنصبوه أن في سياق تفعيل النشر الإلكتروني تنصبوه مجموعة دي المواقع الخاصة لكتاب مغاري بشرنا إلى بعض الأسماء تنصبوه مواقع لبعض المجلات الإلكترونية أو مجلات الورقية التي تتحول إلى مجلات إلكترونية تنصبوه كتابات الورقية التي تحول إلى في المواقع الإلكترونية لبعض الكتاب إلى كتابات الورقية وبالتالي يقوي حضوة الكتاب بين النشر الورقي والنشر الإلكتروني هذه المزاوجة وهذا المد والجزر هل هي قناعة ترسخت لدى الكتاب من أجل تسويق متجاتهم أم هي الحاجة؟ أعتقد أن في علاقة بالموضوع هناك ترحال غير متكافئ بين الورقي والإلكتروني ترحال غير متكافئ عندما نتسفح ملحقا تقافيا وليكن لجريدة وطنية مثلا لها تقليد وترسيخ تقافي أسبوعي نجد أن الأسماء التي تكتب هي أسماء غالبا غير معروفة بمعنى أن محرر صفحة تمكن من السطوة عليها انطلقا من منابر إلكترونية معينة إذن الترحال هنا غير متكافئ فليس الإلكتروني هو الذي يتماهم على الورقي ولكن الإلكتروني يفرد نفسه على الورقي هذا مؤشر لكن النقطة الأساسية في تقديري هناك مفارقة صعبة يجب الإشارة إليها نحن نتحدث الآن عن التحديات في غياب وجود تأسيس للنشر الإلكتروني نتحدث التحديات وهناك فراغ قانوني وهناك نقص فادح على مستوى التأسيس أريد أن أقول فقط لأن المرحلة يعني المرحلة الرهنة التي أشرت إليها لتتمايز بهذا المد والجزر مبين الإلكتروني ومبين الورقي هي علامة على أننا في مرحلة سننتقل فيها في العشر سنين المقبلة إلى النشر الإلكتروني فقط وأن النشر الورقي أكيد أنه سيؤول إلى الزوال وبالتالي فلما تلقى الجرائد أو المجلات المغربية والعربية لها نسخة ورقية ونسخة إلكترونية هذا دليل على أنه ليسا يعني هذا علامة على أن هناك توصف وعي في النشر وعي في النشر ولكن لا هذه علامة على أننا في مرحلة انتقالية بعد أن كنا مع مرحلة السند الورقي الذي فرد نفسه مدة تقريبا خمسة قرون الآن نحن ننتقل في مرحلة انتقالية إلى النشر الإلكتروني طبعا هناك سلبية وخثائر فادحة حدثت في هذه المرحلة الانتقالية ولعل أبرز سيمتها وهو تدني المبيعات ديال الصحوف وديال المجلات والأرقم راح تتبيين على هذا لأنه الكثير من الجرائد التي كانت تتبيع حتى أكثر من 100 ألف نسخة اليوم راح تتوصل إلى 20 ألف نسخة هذه الجرائد السيارة المعروفة في الوطن وصلت الآن إلى 20 ألف نسخة هذا دون ذكر طبعا المرجوعات إلى غير ذلك إذن نحن أمام أمر واقع علينا أن نقر به وعلينا أن نقبل به وعلينا أن نطرح الأسئلة الأساسية كيف يمكننا أن نتكيف ونكيف هذه البيئة الورقية مع البيئة الإلكترونية هي هو السؤال السيد عبد الحقيقي لا يرتبط بواقعنا فحسب ولكن تنصيب وقت قليد الآن في احتفل المجتمعات الأوروبية بحيث أن الجريدة تكون ورقية وفي أنفسه هي رقمية لا ولكن أنا أريد أن أضيفه هنا يعني بما أنك الأخي جواد ذكرتي يعني أوروبا والأوروبا طبعا الغرب يعني سباق طبعا إلى هذا المجل وإحنا مجرد يعني مستهلكين نقولها بكل صراحة طبعا المغرب الحمد لله يعني كان واحد كان واحد الحركية وكان واحد طفرة إلكترونية وتكنولوجية ولكن أعتقد أن في الغرب وخصوصا في فرنسا أن العديد من المنابر الإعلامية السيارة والمعروفة تؤدي الثمان اليوم دي النشر الإلكتروني ولعل المثال الصارخ هنا هو مجلة لوموند التي قامت بإغلاق العديد من المكاتب ديها في العالم بسبب النشر الإلكتروني وجريدة لوموند التي كانت على شفا حفرا من الانهيار بصفة لو لا تم احتضانها من أحد المعلنين وتم اعتماد طريقة تقنية من أجل من أجل الاسترداد العديد من العائدة دي الأموال بش تبقى طبعا الجريدة واقفة هي هو بش ليتم فعل تأسيس النشر الإلكتروني يحتاج إلى تقليد ثقاثي أيضا تغنيه المؤسسات الطربوية وتغنيه المؤسسات التي تطرعها الثقاثة فبالتالي سؤال أساسي قد يطرح تفرض علينا بحكم الفضل نطلع المواقع دي البعض الوزارات المحسوبة يعني الواصية وبالتالي تنصب مواقع ديالها 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 لا تحين وبالتالي أيضا نطلع على مواقع اتحاد الكتابين تنصب مواقعها منعدمة ولا تحين نطلع مجموعة من المبادرات لفهد شأنه نحن الآن نتنهد روح لحول هذه الطورة الإعلامية الأمر الذي تخلي المجال أمام المبادرات الفرضية لبعض الأشخاص بيقوموا بتضحيات ويخلقوا بعض المواقع الأمر الذي يخلصي عزيز قبل قليل شهر أننا قبل ما نخذوا في هذه المجالات نبغي أن نقف عند التأسيس فهل الذي نتأسيس على مستوى مؤسساتنا الطربوية من أجل إغناء هذا النشر الورقي باش نخليوا الوليدات ديالنا في المؤسسات تعليمية يدخلوا لبعض المواقع ويكونوا على بينا وعلى دراية بالقيمة الفنية ديالها والجمالية بغوا يبحثوا في رواية يصيبوها وهذه النقطة هذه ذكرتني أن مثلا يمكن من بابليسي ناس ندخلوا موقع اتحاد كتاب العرب في سوريا مثلا وتنصبوا مجموعة من الإبداعات للكتاب يمكن تخلنا في ذا الطفل وتعطر على المئات من الأعمال القصصية للأطفال الأمر الذي يحز فيه نفسنا ونتسأل عن حضور الإبداع الطفل في مواقع النشر الإلكتروني فين هو النشر ديال الطفل؟ الجهات الواصية في هذا المجال كل أسئلة مرتبطة بالجانب تأسيسي داخل مؤسستنا هل هناك وعي بضرورة تأسيس معرفة عند التلميذ عند الطالب بهذا النشر الإلكتروني؟ أعتقد وجوابنا على هذا السؤال أن وزارة التربية الوطنية لها استراتيجية واضحة في هذا المجال سواء فيما يتعلق بالبنود المتاق الوطني للتربية والتكوين أو البرنامج الاستعجالي أعتقد أنه تم تخصص بنود ودعامات وتدابير من أجل خلق التقافة الرقبية التي تحدثت على الأخي جواد رامي وقدمت دعما ماديا ولوجستيا يتعلق مثلا تكوين أساتذة بتقديم مجموعة هذه الجهزة والحواسيب إلى آخرية في مؤسسات إلى آخرية كان هذا الوعي ولكن وعي جنيني فكل الآن يمكن أن أكدوا على أن كل ما يحصل من معلومات الآن رقمية لدى شبابنا خاصة من 12 سنة فما فوق هو ليس نتاج مدرسة هو نتاج تجربة ذاتية الذهاب إلى المقارب دي السيبر إلى آخرية فالمدرسة هنا يعني حتى العملية التوجهية ما كي نشأنا لا أتصور أن أستاذ كي يعطي درس للتلاميذ لا هو تعطيه بحث ودريتي مشيتي ديركم بكوليوتي أم بريمي ويجيبه ما تيقراش ما تيقراش وهذا مع الأسف ولكن هنا تيجي السؤال الأساسي كيفاش داخل مؤسستنا الطربوية تكون حصص من أجل لتنبيه التلاميذ حول القيمة المعرفية لكل هذه المنشورات الإلكترونية لما لا تكون مكتبة إلكترونية باش التلاميذ يتطلعوا لها ويعرفوها الطفل يصف فيها الضالة دياله الباحث يصف فيها الضالة دياله كيفاش يمكننا أن تمنوا البحث العلمي انطلاقا من هذه المواقع الإلكترونية وتصبح مرجع كل ذلك أسئلة ربما قدنا نخذ النقاش فيها بعد ذلك تذكر بأرقمنا الهاتفية 05-35-93-28-32 أو رقم هاتفي آخر 05-35-93-28-23 سي عبدو حقي انطلاقا من تجربة ديالك في اللجنة الانترنت والعلاقة الرقمية باتحاد كتاب الانترنت العرب واحد الوشكينا مبادرة وانتعود والرابطة المغربية للصحفة الإلكترونية الخلق تؤم مع إحدى المؤسسة التربوية لما لا دق الأبواب للوزارات الواصية من أجل تأسيس لبينة التعاون في هذا السياق هناك الكثير طبعا من الصعوبات الصعوبات على مستوى البنية التحتية يعني حتى لكنا غادي نخلق مثلا القاعة للانترنت فهناك يعني صعوبات في البنية التحتية صعوبات على مستوى يعني كيفية إدراج هذه الشبكة يعني داخل المؤسسة بيداغوجيا وتربويا إذن كما قال جاف الكلمة دي الزميل عزيز باكوش على أنه هناك وعي جنيني وعلى أن بدأ نسبيا واحد الوعي إلكتروني داخل المؤسسات يعني تيمشي شوية بشوية ولكن بقي يعني ما تحققش فعلا هذا الهدف التربوي والبيداغوجي الأساسي أنه جعل كل تلميذ يستفيد بحصة على الأقل أسبوعية مع تعامل مع الانترنت ولكن أعتقد أنه يعني مستقبلا وفي المستقبل القريب غد يتم خلق جميع التدابير الأساسية من أجل تحقيق هذا الهدف طيب سعز ملاحظة عندها أعلاق بالمدرسة وتنمية الحسن الرقمية لدى التلميذ أعتقد من خلال مجموعة الملاحظات والمعايشات الواقع للتعليم في المغرب هو أنه كان واحد الواعي لدى المسؤولين والمشرفين على القاعات الإعلاميات في بعض المؤسسات التعليمية واحد الواعي رهيب لا يمكن تفسيره فهو يعتقد أن الأجهزة والحواسيب موجودة من أجل أنها تبقى نظيفة وغير مشغلة يعني تبقى الأجهزة نقية بالميكة ديالها وعلى دمتي كيمكن نكون صريح وجريء ونقول على أنني زرت مؤسسة ولقيت على أنه الوزارة اللي عليها درته والنيابة اللي عليها درته وزودت المؤسسة بـ 14 حاسوب تصور وكيم البرنامج الاستعجالي يعطيك صلاحية دي العقد شركات وتعاقدات مع أساتي الدديل الإعلاميات من أجل تدعيم وتقديم دروس كده إلى آخره مجال نفسه يعني من ناحية دي المبادرة إلا أن هذه الحواسيب ضلت لمدة ست أشهر أو سبعة أشهر غير مشغلة وكأنها ديكور في المؤسسة بدأوا الحفاظ عليها وعلى قيمتها الفنية هذا مشكلة كي ترح وعي الفئة المفروض أنها متقفة المفروض أنها التي توجه الرسالة هذه من الجوانب الأساسية في الفهم السيئة لهذه العمليات هناك سؤال آخر وهو يعني لحدود الآن ليست هناك برامج لا علاقة بتقافة الأنترديث والثقافة الإلكترونية يعني داخل مقرارات الدراسية والتي ستكون هي المحفز الأساسي لكي يقارب هؤلاء الأساتداء هذه الإشكالية وهذا عبد الحقيقي الذي يزوج بمجموعة تلاميذة دينا والنشئة دينا أنهم تدخلوا المواقع فبدل يدخل المواقع دي البحث والمواقع دي التواصل المعريفي وتنمية القدرات والمهارات يمشي للشاط هو مع الأسف مع الأسف أنه ترسخت يعني في الدهنية دي المجتمع المغربي لأن الأنترنت والسيبر هو له علاقة دائما بأشياء اللي هي انحرافية هي الشاط هي البحث عن الخليلة هي الألعاب الفيديو هكذا يعني هكذا ترسخت هذه الصورة بينما الأنترنت أرى هو أكبر أنسيكلوبيديا عالمية التي يمكن من خلالها أن نطور وعينا ونطور ثقافتنا وبالتالي نطور مجتمعنا إلى الأفضل نعم نكون منصفين أيضا فهناك فئة من الأساتذة في التليم الإعدادي والتنوي استطاعوا بفضل حسهم تقافي النبيل من الفتاح على فئة من التلميذ ويتوصلون بدروسهم وبشروحاتهم وبواجباتهم المدرسية عبر الإنترنت يعني هناك إميلات لمجموعة من التلميذ والتلميذات بواسطتها يتم تقديم الدروس والمشاركة والتفاعل التربوي الإيجابي وهذا كان له تأثير غاية في الأعمية من ناحية التربوية إذن مقابل تلك الإنزلاقات التي نتحدث هناك أيضا عمل تربوي يقوم به بعض الأساتذة هناك مثلا هناك العديد من المنتديات التربوية هالدفاتير هكذا كذا كينين وهي جسور للتواصل بين الفاعلين في الحقل التربوي ولكن أستاذ جواد ونأخذ الكلمة لأن أحد فكرة نزلت لي بالمدل دباعات ثلاثين ثانية غياب الإحصائيات والمعطيات والبيانات الرسمية في شأن المنتديات والمواقع الإلكترونية في المغرب كي وضعنا في واحد حيرة كبيرة نحن لا نعرف كم من منتدة كم من موقع إلكتروني يوجد في المغرب فتجربة اللي قمت بها البارح مثلا خلال محرك البحث دي لسياقة التدور في الإنترنت لي هو أليكسا وستجواد على عين بتجربة محرك البحث بمجرد ما كتوضع له فيه الاسم دي المنتدى أو الجريدة أو الموقع كي يعطيك الترتيب دي له على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي بشكل واضح وملموس آخر آخر التجارب حدثت لي على أنه فيلم غريب هناك ما يزيد على واحد وعشرين ألف موقع إلكتروني تصور هذا ضائل عدد ضائل بالنسبة لي أنا رأى عدد ضائل كنتمشي تختار واحدة ممتدى؟ مقارنة مثلا مع إحنا قد نقارن ورسنا مثلا مع أوروبا لا مكيش مجال مقارنة لا إحنا الحمد لله يعني عندنا يعني جميع الوسائل التكنولوجية المتوفرة لكي نخلقها حتى المليون موقع ولكن لازلت هذه التقافة بعيدة جدا عنها هي وسي عبدو أيضا سي عزيز مني تنوقف حول هذه المجازات وهذه المواقع فهوش عندك نفس سيرورة والاستمرار لا وكين الموقع اللي تتحلو تقولك انتظر دائما تنتظر أنه سيحين ولا يحين يعني إذا هنا مني تنجو المواقع المفعلة والفاعلة والتي تتحضر التواصل والتفاعلية مع الناس اللي تزوروا المواقع وبتالي تتحضى هنا الإبداع تتحضى الفعل التداولي والقراءة والنقد والتقييم كل ذلك قد يجرنا أيضا للحديث حول المنتديات وأيضا الروابط للتأسات والتحادات إلى غير ذلك سوف نرجع لها بعد الاسترحة الموسيقية داك داك موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة سبحان من جمالك الحسن أو كلالك سبحان من جمالك الحسن أو جلالك دغدغت عودي على يدي وحنايت لك الحسن أو جلالك سبحان من جمالك الحسن أو جلالك دغدغت عودي على يدي وحنايت لك وحنايت لك موسيقى 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 بالأوان تنسى من دلالة سبحان من جمالة بالحسن أو جلالة سبحان من جمالة بالحسن أو جلالة لقدر تعوضي على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أغار من قبلة الصباح إن قبلك ومن خيال الدجا بالزحر إن كأقالك أغار من قبلة الصباح إن قبلك ومن خيال الدجا بالزحر إن كأقالك أغار من قبلة الصباح إن قبلك ومن خيال الدجا بالزحر إن كأقالك تحكم الحسن يا مولايا وهو الملك فأنت بدر على أفقي وقلبي فلك تحكم الحسن يا مولايا وهو الملك فأنت بدر على أفقي وقلبي فلك تحكم الحسن يا مولايا وهو الملك فأنت بدر على أفقي وقلبي فلك إن الفراش الذي عند الرب استقبلك قد مل قدر المدى لما أرأى من غالك سبحان من جمالك بالحسن يا وجلالك سبحان من جمالك بالحسن يا وجلالك لنغطعوه على يدي ومن دريك لك موسيقى إذن مستمعين العزان نواصل برنامجكم رحابة ثقافية كنا مع وديع الصفي سبحان من جملك وأيضا للمواقع الإلكترونية موضوعنا جماليتها الخاصة ولها نكتها الخاصة ومن تنقف عند الإبداع فسبحان من جمله لأن الإبداع هو الذي يبرز القيم الجمالية بمختلف تجليتها ونحن نذهب حول النشر الإلكتروني مع ضيوفنا الكرام كل من أستاذ عبدوحقي وأستاذ عزيزة باكوش لتنشكرهم على تلبيت وكنا قليل بصدد الحديث حول النشر الإلكتروني على مستوى التأسيس على مستوى المأسسة وإبراز الخصوصية داخل مؤسستنا التقافية والتقنية إلى غير ذلك من المحاور نذكر مستمعين الأعزاب رقمنا الهاتفية التي هي صفر خمسة 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 ثلاثين ثلاثة وتسعين ثمانية وعشرين تنين وثلاثين أو رقم هاتف آخر صفر خمسة 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 وثلاثين تلاثة وثلاثين ثمانية وعشرين ثلاثة وعشرين الأستاذ عزيزة باكوش مني تنوقف عند كل ما ينشر إلكترونيا وكما شرنا قبل قليل تربطه دائما بما هو ورقي تربطه بالمؤسسات الثقافية تربطه بالمؤسسات الوصية تربطه أيضا بالجهود ديال المؤسسات التعليمية ديالنا وخصوصا البحث الأكاديمي ما ينشر على المستوى الإلكتروني من البحث العلمي ما ينشر من كتابات إبداعية دور الجامعة المغربية في إبراز الخصوصية ديال النشر الإلكتروني فكيف تشخصون واقع هذا الحراك الثقافي ورقيا وأيضا إلكتروني أعتقد أنه أولا لابد من الإشارة إلى واحد مفارقة رهيبة فيما يتعلق بالنشر والإبداع لإلكترونيين فهناك منابر إعلامية إلكترونية راسخة في دهن العديد من المبحرين مدراؤها لا يكتبون ولو حرفا واحدا ليسوا مبدعين بالدرجة الأولى هم مجرد مستثمرون لا يكتبون مقالا واحدا بل موقع إلكتروني شهير صاحبه ومديره لم يكتب في حياته ولو مقالا واحدا هو مستثمر استثمر في المجال الإلكتروني وتمكن من كسب رأس مال رهيب من خلال من خلال استقطاب عدد كبير من الكتاب والصحفيين المغاربة بالعودة إلى سؤالك فيما يتعلق بالحراك التقافي الإلكتروني صحيح أنه لا يمكن الآن أن ترسم اسما لجامعة مغربية في جوجل من غير أن تعتر لها على موقع فيمكن الجزم أن الكثير من المؤسسات الجامعية سواء معاهد أو مؤسسات إلى آخره فالكل أصبح يتباهى بوجود موقع وبموجود رابط وفرق فنية للصيانة وإلى آخره لكن المشكلة هنا كما أشرتها قبل قليل إلى التحديث التحين فأغلب المواقع نتيجة للتكاليف الباهضة أحيانا وهذه أمور لا يعرفها المبتدئون فالموقع قد يكلف بعد سنتين أو ثلاثة قد يكلف حتى الـ 5000 درهم والمبحر أو الهاوي الإلكتروني لا يستطيع دفع 5000 درهم هناك مشكل حقيقي سيطرح في السنوات القليلة القادمة وهذا ينفي أو على الأقل يناقض ما ذهب إليه زميل عبدو حقي كون أن الجانب الإلكتروني سيتفوق على حساب الورقي للنشر الإلكتروني أيضا مشكلاته فهو مكلف من ناحية المادية أيضا مكلف والمواقع التي أشرت إليها والتي ذكرت بأنها مثلا فاشلة أو فشلت على المستوى الورقي وتحولت إلى الإلكتروني فشيلكن سميوه بالرأس من الأجنبي يحسن الاستثمار ويحسن خلق التوازنات فعندما يرى أن الإشهار أصبح كثيفا على المستوى الإلكتروني فلا يهمه أن يشوره ورقي فالمداخل تمت على مستوى آخر لذلك نلاحظ أن مثلا قلة النشر على المستوى الورقي يوازيها ارتفاع الزيارات على المستوى الإلكتروني وبالنسبة للمواقع المحترفة والاحترافية فهي تتقاضى أجرا كما نعلم حول عدد الزيارات وحول عدد النقرات إذن جواد يمكن القول أن هناك حراكا سياسيا ملموسا في المغرب على مستوى تأسيس عدد غير محدود من المواقع للجامعات والمؤسسات التعليمية ولكن لا يوازيها ذلك الحس الإبداعي الفني وهذا السياق هذا وحنا سنذهب حول نشر الإبداع ودور الجامعة في البحث العلمي ندخل الجامعات المغربية وندخلنا في داديل كم يناقش من أطرحة جامعية هل سنعطر لها على أثر في هذه المواقع الإلكترونية في نوافدها هل سنعطر على ملخصات بخصوص الأطاريح الجامعية هل هناك سنعطر على مقالات فكرية للباحثين الأساتد الجامعيين اللي هما فروض فيهم البحث العلمي كل ذلك تخلينا نطرح أسئلة حول هذا النشر الإلكتروني وعي الفاعلين داخل مؤسستنا التعليمية بالنشر الإلكتروني أنا أعتقد أن هذه المواقع الإلكترونية التابعة لجامعات المغربية هي مواقع أساساً للإخبار والإعلانات تماماً هذا هو بالدرجة الأولى يعني لم تكن الفكرة الهاجس العلمي لم تكن الفكرة المبدئية هو أن يكون هذا الموقع هو النسخة الإلكترونية لما يمور في الجامعة من حركية من بحوت من دراسات من ندوات إلى غير ذلك إذن أنا دخلت لبعض المواقع الإلكترونية وجدت فقط هناك إعلانات وهناك إخبار باجتماع أو كذا أو لقاء عنده علاقة بشأن إداري أو شأن طلبي هذا أول بالأسس ولكن لم ترقى هذه المواقع إلى أن تكون بالفعل يعني أسناد إلكترونية من أجل إغناء وإطراء الفضاء الجامعي على المستوى المعرفي والمستوى الفكري نستطيع الى مكلمة هاتفية ثم نوصلها ألو سلام عليكم أهلا سعيد الإله الوزني مرحبا أهلا سعيد الإله الوزني مرحبا أنا بسيط جدا مرحبا سعيد الإله شكرا شكرا تفضل أخير الإخوان أعطينا من النفل هي قاد يلو طب أنا أعطي رأي فهموني تفضل سعيد الإله أنا كنحول بأن هذا الإلكتروني كان يدفل الورق يقولون أنه يدفلوا كان كثم كان روائي وشعارة وشهو كيف يشوفون درامة بين الورق والإلكتروني السلام عليكم كلا وطيب شكرا سعيد الإله الوزني شكرا ونذكروا مستمعين الأعزاء بأرقمنا الهاتفية 05 35 93 28 32 ورقم هاتف آخر 05 35 98 23 أكد من خلال سؤال سعيد الإله الوزني تطار هذه المفارقة أي كيفش الورق ينظر إلى النشر الإلكتروني وكيف ينظر كل ينظر من نافذته الخاصة نعم نعم في الواقع ليس كل من نشر قصيدة أو قصة في منبر إلكتروني يعتبره مبدعا كذلك كل من نشر عملا إبداعيا ورقيا ليس بالضرورة مبدعا فهناك مفارقات غاية في الأهمية يتحكم فيها الجانب أحيانا الجانب الإيديولوجي آه تماما فيمكن أن تتحدث عن الحراك السياسي السوري مثلا أو التونسي بلغة هي تعود إلى سبعينات وتكون مقبولة لدى شريحة واسعة من القراء وبحكم التداول الملفت عليها تتحول إلى عمل إبداعي ولكن في الواقع هو تسويق إيديولوجي سياسي وهنا أيضا أشير على المسألة التي أشرت إليها قبل قليل بالنسبة لأدب الطفل أدب الطفل في سوريا وفي دول الشرق الأوسط كله مسيس هو إيديولوجي بالأساس فكل الحكاية والقصص إشارة فقط لأن الأخ جواد أثار قبل قليل الموقع ديال وزارة أعتقد التحاد كتاب العرب التحاد كتاب العرب في سوريا التحاد كتاب العرب في سوريا يتلقى دعما من الدولة السورية ودعما يعني دعما كريما جدا ولذلك ترى ذلك الموقع يعني في تلك الجمالية و تلك الحركية و تلك التحيين قياساً بذلك نقف عن المواقع ديالنا وهنا في المغرب نقف على المواقع الإلكترونية هل تحظى بهذا الدعم هل لها حضور على المستوى النشر الإلكتروني يمكننا ندروه على الاتحاد الكتاب المغرب ندروه على الموقع ديال الوزارة الاتصال ندروه على الموقع ديال الوزارة التقافة ندروه على مجموعة من المواقع ديالجهات الواصلة والتي تحظى بالنفع العام نعم أعتقد أن هناك غياب رؤية واضحة بخصوص هذا السؤال بالرغم من طلعنا الواسع ومعيشنا للعدد كبير من التجارب هناك فرق في هذه المسألة تحديدا لا نعرف مثلا أحيانا يتصور المرأة أن الموقع هو مجرد صفقة موقع إلكتروني لمؤسسة ما هو صفقة تجارية فقط سرعان ما يمر الوقت سرعان يمشي لزير وستنتهي لذلك لذلك سعب الإلهة المتدخل قبل قليل كان دكيا في الواقع في الإشارة لمسألة ما هي مواصفات العمل الإبداعي في الشعر وفي القصة ليس كل من يكتب محاولة ذاتية أنا أدين جواب سي عبد الإلهة الوزاني بجواب بسيط يتعلق بروايتي أنا مثلا عملها شيء شهر ولكن هي في سياق المثل روايتي الأخيرة زمن العودة إلى واحد الأسياد هي رواية أولا ورقية ونشرت من طرف مطبعة هنا في فاس وهناك نسخة إلكترونية أعدتها بنفسي ولكنني أنا أعطف كثيرا وأحب كثيرا تلك النسخة الإلكترونية لأنني أنشأتها يعني بذوقي وبجماليتي وتصوري بخلاف النسخة الورقية التي أشبعت غبار الأرصيفة والمكتبات إلى غير ذلك والأتباهة جدا إذن في النسخة الإلكترونية ستجد روابط ستجد صور وستجد مقطعا موسيقيا مرافقا للقراءة إذن كل هذه المواد التفاعلية الجميلة جدا هي التي تجعل المتلقي يتفاعل بشكل أكثر إيجابية مقارنة مع التلقي الورقي التلقي الورقي يعني تبقى دائما تلقي تقليدي ويعود بالإنسان إلى عقود خالد مع العلم أنه في الزمن الرقمي الصيار والسريع وبالتالي أعتقد أن نعود تصور دينا لأنماط التلقي وندخلوا في العصر ديال التلقي التكنولوجيا والإلكترونية رأي أساسي جدا سيبدو حقيني تنهضروا حول اتحادات الكتاب تنصبوا اتحاد كتاب العرب اتحاد كتاب المغرب كلها تتصب حول الكتابة والإبداع والنشر وإلى غير ذلك الآن تنصبوا الرابطة المغربية الصحافة الإلكترونية تحاد كتاب الأنترنت العرب أو كتاب الأنترنت المغرب إلى غير ذلك من تكتولات ومن المواقع ومن الجمعيات ومن الروابط شنو هو الدور ديال هاد الروابط هدي في غياب نسيق مع المؤسسات الوصية أو مع الجهات الوصية شنو الدور التأثيري ديالها المباشر أيضا على القراء على المؤسسة التعليمية نعم يمكن هذا سؤال بانسي عزيزو تضلسي عزباكوش بالنسبة للمبادرات ديالإنشاء مواقع من الصنف الذي تحت عنه جواد الأمر التقديري يتعلق بمبادرات شخصية سرعان ما يلتفوحوا لها مجموعة ديالكتاب وسرعان ما تتحول إلى رابطة لكن لا وضع قانوني لها فوزارة الاتصال لا تتعرف برابطة الاتصال برابطة الإلكترونية الصحافة إلى آخرية صحيح أنها هيئة مسؤولة وربما عندها قانون أساسي نعم ولكن هي لا تتوفر على الشرعية كيف نفسر هذا الفراغ هذا هو الغياب القانوني في المسألة وهذه الحاجة وأعتقد أن هذا البرنامج يدب في هذا الاتجاه فهو يدفع في أفق المأسسة وتأسيس أو ملأ هذا الفراغ هذا الفراغ سمحني هذا الفراغ هو يأتي أساسا من عدم الرغبة في الاعتراف بالنشر الإلكتروني لأنه يهدد بالترجة الأولى بنية النشر الورقي واللي هي بنية عريقة وبنية يعني أساسية في تنمية الاقتصادية ما عليم أنه يجب أن لا نغفل على أن النشر الإلكتروني هذا قد يلهج الكثير على أنه يساهم يساهم كثيرا في الحفاظ على البيئة النشر الإلكتروني يحافظ على البيئة لماذا؟ لأن أولا لا نهدر الغابة من أجل نصنع الورق لأنك نعرف على أن الورق يصنع من الخشب أيضا أه؟ و و أقدر يدين عوينات لكن الورق هو لطباعة ما تنصر إلكترونيا لا سيبدو حقي يقدر هذا يبشر للعب وتكون خسارة أفدح لا لا هو فيهاي الورق غير كل استغناء ثم ما ننسوش لأن أيضا الورق يلويت طيب سيبدو حقي وبتالي يعني تيبقى النشر أكيد عنده الوقع تأثيري ديالو عنده الوقع تأثيري ديالو إلا كنت تقرأ واحد النص وأنت يعني مرفق بسامفونية جميلة جدا أرى هذا شيء جميل وشيء جديد ربما أنت قرأ بسامعي سيكون أصدر إلا كنت تتحفظ طيب طيب مني تنهدر على قراءة الكتاب الإلكتروني اللي هو مجموعة منظمة من التنائية اللي يمكن نقلها بواسط الأسطوانات الليزرية أو تخزين أخرى أو إرسالها عبر شبكة الاتصال أو مصمم التصفوع باستخدام تشكيلة من المكونات المادية والبرمجات تنقفوه دائما على الجانب التوتيقي والدور فإلى كان الكتاب النشر الورقي يحدى بالتوتيق وبالصيانة وبالرعاية وأنه الخلود وأيضا الاستمرار فالكتاب الإلكتروني دائما مهدد بالإنمحة مهدد أيضا بالضياء مهدد أيضا بالفيروس مهدد أيضا مختلف الأشكال اللي تتهدو كيفاش استعبدو حقيت تتقرب هذا الضائع وأعتقد على أن يطالهما معهم يطال النشر الإلكتروني ويطال أيضا النشر الورقي لأن مثلا حارق قد يدي بمكتبة ورقية لا قدر الله مثلا وتقد تكون هذه المكتبة مهمة وأساسية يعني في الرصيد التقافي لبلد ما بالنسبة للنشر الإلكتروني أيضا لا وسلبياته يمكن كما جاء في كلمتك على أن يقدر الفيروس مثلا يهدم ولكن دائما يبقى هناك ذلك الرابط وأيضا شيء آخر شيء آخر أساسي جدا في مسألة التوتيق الإلكتروني وهو تعدد جيوب التوتيق أقصد أقصد بذلك ممكن أن نوطق هذه المادة في قرص يمكن أن نوطقها في كلي يسبي يمكن أن نوطقها في مدونة يمكن أن نوطقها في البريد الإلكتروني أيضا يمكن أن نوطقها وذلك بإدراجها في مجلة من المجلة إذن تعدد هذه الجيوب الحاضنة للمادة هو قد يعطينا الكثير من الإطمئنان على مستقبل التوتيق يعني في العالم مشغف في سميته وبالتالي يبقى الورق دائما هو الذي يتعرض ممكن يعني الورق غير يتعرض للأمطار سيبدو حقي باش من نجوزوش السؤال الأساسي المرتبط بالروابط أو الرابط المغربية باش نهدر على الصحفة الإلكترونية كيفاش تم إنشاء مثل هذه المواقع هذا الروابط وهذه الاتحادات واش كانت شي مبادرات فرضية ولا هي فقط نقرع أو ضغط الزر وخلقت العلاقات أبدا أنا أتبعت إنشاء الرابط الوطنية للصحفة الإلكترونية يعني منذ البداية الجنينية ديالها وكنت أنا يعني من الأعضاء في الهيئة الاستشارية اللي كانت غيرت نعاقد أفتتوان وثم تم تحول نعقد ديالها إلى الرباط في مقر رهيئة المحامين أعتقد في أفريق 2009 لكن دائما المشهد الثقافي والجمعة وفي المغرب يتميز دائما بالتشردوم وبالتشد الرباط فهو كان أساسا ستتأسس النقابة المغربية للصحافة الإلكترونية بالدبط وما عرفش أنا كيف يعني حتى شنو وقع باش تحول الاسم إلى رابطة ربما حتى لا يكون هناك تمهيم عن النقابة الوطنية للصحافة وبالتالي قد يوقع واحد الخلط إذن عمد المؤسسون إلى تبني اسم الرابطة وهناك يعني واحد طرفة اللي وقعت لي وهو أنه أنا كنت كانت لقى واحد العديد دي الرسائل الإلكترونية اللي تتخبرني بالنقابة للصحافة الإلكترونية ومشيت على أساس أننا غادي نقابة للصحافة الإلكترونية في الرباط فلما سألت على السيد اللي كانت يتواصل معايا قالوا لي هذو كرومتي يأسوا الإطار دي لهم في قلعة الصرغانة وإحنا كان أسوا هنا في الرباط إذن بالتالي كي يبان على أنه التجاذبات والمصالح والتشضي وهذا الأشياء هذي كلا لن تخدم قضايانا الإعلامية في المغرب اللي إحنا المغرب بلدنا راه في هذه المرحلة هذي في حاجة لنا طبعا لكي تفضل سي عزيز نعم هي مبادرة لا بد منها يعني احتف هذه الحالة هذه الهنات وهذه التجاذبات هي مبادرة جميلة من شباب جميل أوضح أن هناك حراكا إلكترونيا في المغرب تدعى من 2009 أعتقد أنني عايشت بدوري هذه الحركة وتم استدعائي لحضور الجمهة السيسي إلا أنني انتلاقا من أن الإسماء المروج لها هي غير معروفة على مستوى التداول الإلكتروني تماما سي جواد هذه على غير في الأهمية أنت تتصور أن هناك جمعا عاما تأسيسيا لرابطة ذات سمعة قوية يمكن أن تشكي لفع قوية مثلا في أفق النشر الإلكتروني ولكن الأسماء الفاعلة أسماء غير متدولة إطلاقا في النشر الإلكتروني الذي توضح الأخ عزيز هو أن الأعضاء الذين قاموا بتأسيس هذه الرابطة هم مدونون بالدرجة الأولى هم مدونون وليس بلوغر وليس بلوغر بالمصطلح الذي تدول حول المهنة للصحفة هؤلاء لماذا الصحفيين هؤلاء مدونون وبالتالي تم تبنيهم على أسس أنهم صحفيين يشتغلون في المجال الإلكتروني وبالتالي أنا أريد أن أطرح هنا واحد السؤال ألم يحين الوقت لكي نعيد النظر في مثل هذه الإطارات حتى تأخذ الشرعية ديالها أو اللي يشرعها أخذ بنيتان هدرو عن نشر الإلكترون نقطة أساسية وعمر البرنامج تدركنا عن نهاية هي الملكية الفكرية لما ينشر من إبداعات بحيث أن المبدع أو المفكر ينشر مقالة دياله ويجدها في بين عشية وضحار في موقع آخر بدون استئدان منه في موقع تجاري يحظى بزوار ربما لقراءة مقالته وبالتالي هذه المسألة تتجرنا المسألة الاستنساخ وكذلك المسألة القرصنة التي تعرضها للعمل الإبداعي على المستوى النشر الإلكتروني هذه صدمة كبرى تحتاج إلى حصة مستقلة من برنامج رحاب تقافية الشيق وأعتقد أن هذا الحلقة لا يجب أن تبتعد كثيرا أتمنى أن تلقى دعوة للمساهمة في هذا الموضوع لأنه يشكل موضوعا مستقلا بداته هذا الموضوع كنا نقشناه يعني سيبدو حقي تفضل هذا الموضوع كنا نقشناه بدعوة كريمة من إدعاة طنجة التي تفريد برنامجا عنوانه طنجة وهو يعني برنامج يهتم أساسا بكل المستجدات في مجال الأنترنت وللإشارة أن يعني الزميل خليتش طيبات وجه للدعوة مشكورا مع الأستاذ عبدالله الوضغيري اللي هو مدير مكتب الحقوق والحقوق المجاورة أعتقد لكن كنا كانت منه يحضر باش يفيدنا في المجال القانوني وللجل لكن لوقت طيب لكنه على كل حال على كل حال قبل وقبل من بدور البرنامج كنت كنت تصفح الجرائد فالجديد وهذا هو أنه لقيت على أن هذه الحدود الفاصلة الإسمنتية التي كانت تفصل ما بين وسائل النشر ما بقتش ولنا كان للقا مادة في الموقع عندي وتلقاها في جريدة وطنية وبالتالي يعني رحنا تقريبا في المستوى ديال الإعلامي والتواصل نؤدي نفسه كمبدع نعم حصل إذن هذا وبيت الحصيد في سؤالي حصل الأمر أنني ضبطت أحد الكتاب التونسيين نشر مقال ديالي بالاسم دياله عفوا ماشي تونسيين جزائري واتصلت به وعاتبته كثيرا ولمته كثيرا فاعتدر لي قلت له يا سيدي بلد مثل الجزائر اللي فيه رواء الطهر والطهر إلى غير ذلك وفيه بوجدر وفيه فلان لا يمكن أن يكون فيه الوصوص ديال فاعتدر على كل حال ثم قام بإلغاء هذه الحالة ديال النشر وأيضا تنقفو عند النشر في علاقته بالملكية اللي فيه كريا وبتوزع فتنهضر أيضا على الاستنساخ بحيث أن النشر الإلكتروني تيزداد بها الصرعة كبيرة وتيسمح بتوزع المعلومات وانشرها بكل فبسيطة وهنا تنصبو كزاف ديالناس تيجئوا العملية ديال كوبية كولي ويخرجوا ويخرج المقل ديال اللي يعجبوه ويتصرفه بشكل اللي يعجبوه وبتالي هنا تنطرحوا مسألة ديال الملكية الفكرية وأيضا الأخلاقية ديال القراءة لمقرونة الصلاة بالنشر الإلكتروني نعم في الواقع هذه آفا منتشرة بشكل كبير على مستوى النشر الإلكتروني في العالم العربي ليس في المغربي وحده ولكن في العالم العربي فالكثير من المواقع تستنسخ مقالات من مواقع أخرى وأحيانا يتم نشرها من غير توقع صاحبها شخصيا سادفت العشرات من هذه الحالات وأكتفي فقط بكتابة تعليق في خارة التعليقات وأوقعه باسمي وأفاجأ أن هناك ردا وهناك اعتدارا وهذا كتفي في العمق ذيك اللاهيب الإحتقار وذيك اللاهيب الإحباط وذيك اليأس في غياب تقنين وهذا شرطي للإستجاوات قبيلة في غياب تأسيس قانون ومجال إلكتروني في الواقع العربي سيظل الحال على ما هو و سعبد نعطيك كلمة أخيرة لأن عمر البرنامج يدركني كلمة أخيرة هنا نعود نقول مرة أخرى أنا وجدت أحد مقالاتي مترجم إلى اللغة الكرديستانية شنو سندير معها كسب الكرديستانية هذا عالم متير ومدهش جدا ومغري ومثير للعديد من الأسئلة عمر البرنامج وصلني هذه لوت نشكر ضيوفنا الكرام كل من السعبد حقيق ورواي رئيس لجنة الانترنت والعلاقة الرقمية باتحاد كتاب الانترنت العرب مدير منسق مقاع كتاب الانترنت المغاربة صدر له رواية زمن العودة إلى واحة الأسياد العربية عضو الرابط المغربية لصحفة الإلكترونية عضو جمعية إبداع بلادي أنجز العديد من الملفات الصحافية حول قضايا الانترنت والنشر الإلكتروني كذلك الشوك العزيز الجزيل سعزيز بكوش وهو عزيز صحفي وإعلامي مراسج جريدة الاتحاد الاشتراك النشط الإلكتروني مدير موقع تازى تدائي الإلكتروني نشر العديد من المقالات بمختلف الصحف والجرائد الوطنية والعربية مهتم بالمجال الإعلامي في مختلف تجلياته عضو خلية الاتصال بالأكاديمية الجياوية للتربية وتكوين جياد فاس بولمان كذلك الشكر جزيل لكل مستمعي اللاعزاء للتصلب نوكان في الاستماع وكذلك شكر جزيل عبدالعزيز كرومي في الهندسة الصوتية وفي الأخير هذا جواض رميحيكم الإدعال لتستمع لكم وإلى اللقاء رحاب ثقافية فضاء الإبداع والحوار رحاب ثقافية إطلالة على مشهدنا الثقافي رحاب ثقافية إعداد وتقديم جواد الرامي قدم لكم برنانج رحاب ثقافية بمساهمة الجماعة الحضرية لمدينة فاس أم أفم سايس الإدعال لك تسمع لكم 24 ساعة على 24 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة